افتتح في اسطنبول مؤتمر بعنوان العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب بمشاركة خبراء ومفاكرين من دول عدة المؤتمر مخصص لبحث الملف المصري وينظمه منتدى المفاكرين الإسلاميين والمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وهما مؤسستان تتهمان بأنهما واجهتان للجهاز السياسي في تنظيم العالمي للإخوان المسلمين وبحسب وسائل إعلام عربية فقد تم تعديل جدول أعمال المؤتمر والمشاركين فيه بضغط من شخصيات تابعة لما يعرف بالتنظيم العالمي ليركز على الملف المصري والتصدي للتغيير هناك بدلا من بحث مستقبل تيار الإسلام السياسي في ثورات الربيع العربي في الأوراق التحضيرية للمؤتمر يبحث الموقف الدولي من التحولات الديمقراطية في دول الربيع العربي إضافة إلى الخطاب السياسي الإسلامي المستقبلي ومستقبل العلاقات مع النظام الدولي والغربي والإقليمي بالنسبة للديمقراطية والحريات في المنطقة لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا شادي شلالة شادي لو تطلعنا على آخر تطورات لديك خاصة المتعلقة بأجواء الاجتماع وإن كان صدرت أي بيانات أو معلومات حول ما هي هذا الاجتماع البيان الختامي لم يصدر قبل الغد قبل أن تستكمل ورشاة العمل عمالها خلف الأبواب المغلقة في بعض الأحيان وفي اجتماعات مفتوحة يتم النقاش خلال الجلسة الأخيرة كان هناك نقاش حول قضية الحريات في الدول الثورات أو الربيع العربي وكان هناك متحدث من مصر ثم من ليبيا ومن تونس حيث تم عرض ما حصل خلال المرحلة الأخيرة في بلدان الربيع العربي ما سمي بالربيع العربي وبالخلاصة ما جاء في الكلمات أن كل ما حصل من حركات ومن تحركات في هذه البلدان ومن محاولات للتغيير هناك محاولة اليوم لخطف ما حصل وليعادة الحكم العسكري الذي كان سابقا في العقدين الماضيين على هذه المنطقة المثال على ذلك الذي يعطي هنا هو مثال مصر ما يحصل في مصر بالنسبة إليهم هو محاولة لخطف الثورة ومحاولة لإعادة الحكم السابق حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان هناك دعوات لإخراج أو الإفراج عن الموقفين في السجون المصرية أو حتى الموضوعين قيد الإقامة الجبرية لسيما منهم الرئيس السابق محمد مرسي ودعوة لرؤية موحدة فكرية سياسية ولكن أيضا عملية يخرج بها هذا المؤتمر لتنصيق أعماله في المستقبل لأنه كما يقولون أن العالم اليوم أن الأمة ما يسمونها بالأمة هو على مفترق طرق ويجب اتخاذ قرارات في الاتجاه الصحي نعم شادي شلالة مراسل سكانيوز عربية من إسطنبول في موازات مؤتمر إسطنبول تستضيف مدينة لهور الفاكستانية اجتماعا آخر لمن يعتقد أنهم أعضاء في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أو من ينوب عنهم إذن نتابع مزيدنا التفاصيل حول هذا الاجتماع اجتماع لهور مع عمر عبد الحميد شكرا ريتا ومن إسطنبول إلى لهور تنتقل إذن اجتماعات ما يعرف بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمشاركة مع فروع التنظيم في العالمين العربي والإسلامي اجتماع إسطنبول يبدو وكأنه يتمويه لما يدور في لهور في باكستان حيث يلتأم شمل قيادات إخوانية بعضها معروف والبعض الآخر يصنف ضمن قيادات الصف الثاني ليس من السهل معرفة جد والأعمال الاجتماع الذي تستضيفه باكستان التي شهدت منذ فترة قليلة عودة نواز شريف إلى الحكم ومعه حزب الرابط الإسلامية المعروف طبعا بتوجهات الإسلامية والذي يولد من رحم نظام الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق من بين شخصيات الإخوانية التي تشارك في اجتماعات لاهور محمود أو إبراهيم منير مصطفى وهو من التنظيم العالمي وكذلك محمود أحمد الإبياري أيضا من ضمن الشخصيات همام سعيد وهو المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن محمود حسين حسن وهو القيادي المعروف في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر أيضا عبد العزيز منصور ممثلا لليمن وعبد المجيد ذنيبات ممثلا للجماعة في الأردن كذلك يشارك في هذا المؤتمر محمد الحمداوي من المغرب وفارع السويدي من اليمن من المشاركين أيضا محمد حسين عيسى من الصومال ومحمد نزال القيادي المعروف في حركة حماس التي تسيطر على غزة علي جويش يمثل السودان ويمثل ماليزيا عبدالهادي وانج في هذا المؤتمر أيضا يشارك محمد الحسن الليدو وهو من موريتانيا وبشير الكبتي من ليبيا أيضا في المؤتمر أحمد الدان ممثلا للجزائر ومحمد شقفة القيادي الإخواني المعروف في سوريا في المؤتمر أيضا محمد فرج أحمد من كردستان العراق وعبد الفتاح مورو الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية أستاذ محمد في أي إطار يمكن أن تضع أنت هذا الاجتماع العلني الذي يعقد في اسطنبول بالتأكيد بعد الانهيارات التي تعرض لها تنظيم حركة الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي وفي العالم هناك نوايا لعادة هيكلة هذا التنظيم وليعادة لملمة الجراحة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية والجميع يعلم بأن تنظيم الإخوان المسلمين له من المكافيلية الباطنية في الغاية لتحقيق الوسيلة من خلال الوسيلة الكثير من الطرق والجميع يعلم منذ تأسيس هذا التنظيم كيف استخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة مع اختلاف الخطاب لأن تنظيم الإخوان المسلمين حقيقة يعتمد على رفع شعارات وتطبيق خلافها وهذا ما جرى خلال الفترة الماضية الاجتماع الأخير أنا أعتقد بأن هناك نوايا جديدة لهذا التنظيم من خلال إعادة بناء هذا التنظيم والانطلاق نحو صفحة جديدة بعد أن طويت عدة صفحات من تاريخ هذا التنظيم لذا أنا أعتقد بأن الجميع علي أن ينتبه لهذه الاجتماعات المتتالية والعلنية أعتدل منك فقط أريد التنويق إلى أن هذه الصور التي تصاحب الآن حديثك هي صور من هذا الاجتماع الذي يعقد الآن في لهور الباكستانية وهي صور فوتوغرافية للعديد من القيادات التي تم ذكرها قبل قليل والمشاركة في هذا الاجتماع في مدينة لهور تفضل أستاذ محمد أكمل يعني من خلال متابعتنا للشخصيات التي سواء حضرت مؤتمر إسطنبول أو مؤتمر لهور نجد بأن هذه الشخصيات هي من القيادات العالمية لهذا التنظيم وبالتأكيد أن هناك نوايا لإعادة تركيبة هذا التنظيم وإعادة النظر بأساليب العمل خاصة وأن هناك قرارات محاكم قد صدرت ضد هذا التنظيم بحله كما جرى في جمهورية مصر قبل يومين وبالتالي أنا أعتقد بأن للأسف الحركات الإسلامية ومنها تنظيم الأخوان المسلمين يساعد النوايا الغربية في شيطنة الإسلام حقيقة يعني لو تطلع على التنظيمات الإسلامية والحركات الإسلامية في بلاد الغرب تجدها بأنها السبب الأول في شيطنة الإسلام وفي تشويه صورة الإسلام الحقيقي والمعتدل طيب دكتور محمد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أنتقل إلى العاصمة الأردنية عمان معي من هناك الأستاذ حسن أبو هنية الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية أستاذ حسن مرحبا بك وفي البداية أرجو أن تعطينا تفسيرك لاختيار مدينة لاهور لهذا الاجتماع الموازي لاجتماع إسطنبول أعتقد أن الحركات الإسلامية كما تعلم في مقدمة جماعة الإخوان المسلمين كحركة الإسلام السياسي هي معتادة على عقد مثل هذه اللقاءات يعني ليست أمر جديد ولا يرتبط بالضرورة بموضوعة ما يحدث في العالم العربي وتحديدا في مصر ولكن هذه اجتماعات موجودة وهي دورية وليست شيئا جديدا وربما كنا نحضر كصحفيين كمراقبين ومتابعين لمثل هذه الاجتماعات وليس بالضرورة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين نعلم أن تنظيم العالم الإخوان المسلمين هو بدأ بشكل أساسي من خلال عام 1982 انطلقت ثم بعدها حدثت خلافات وانسحبت منه عدد من الجماعات منها تنظيم الإخوان في الكويت ثم بعد ذلك الجبهة القومية التي أسى حسن التراب وحتى حركة النهضة انسحبت من التنظيم وهناك إشكالات عديدة حول موضوع هذا التنظيم أستاذ عبد الباري طاهر وأذكر أستاذ عبد الباري بأن اجتماعا تعقده قيادات إخوانية في مدينة لهور الباكستانية اليوم اجتماعات ما يعرف بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمشاركة من فروع التنظيم في العالمين العربي والإسلامي طبعا هذا الاجتماع في لهور يأتي بموازاة اجتماع آخر في إسطنبول أريد أن أسألك عن ما المغزى في كثرة هذه الاجتماعات في هذا التوقيت بالذات من القيارات الإخوانية لا شك الحركات الإسلام السياسي الآن تواجه تحديات خطرة وتحديات بالفعل المصيرية ما يحصل في مصر ومصر كما تعرفون أهم مركز من مراكز المؤسسة لهذا التيار تيار الإخوان المسلمين أيضا تركيا هناك تحديات تواجه أيضا الإسلام السياسي في تركيا تحديات في أفغانستان في الباكستان في اليمن هذه التحديات تفرض طبعا على هذه المراكز الأممية أن تجتمع وأن تناقش طبعا وقد تكون الاجتماع بعضها أقرب إلى الاجتماعات العلنية وبعضها أميا للاجتماعات السرية كاجتماع لاهور ولكن كل هذه الاجتماعات لا شك هتركز يعني كل لقاءاتها ودراستها وكذا على الأوضاع في هذه البلدان وحقيقة اللي يحسب دائما هذه القضايا ليست التنظيم الدولي يعني تجارب الأحزاب الشعية الأممية الأولى الثانية والنصف الثالثة كلها كانت تجارب أقرب ما تكون إلى الاستشارة وإلى النصح لكن الذي يحدد الآن أوضاع الإسلام السياسي هو مناطق الإسلام السياسي في تركيا الذي سيحدد هذا الخيار هو تركيا في تونس نفس الطريقة تونس مصر فالأوضاع في هذه المناطق هي التي تحدد مستقبل هذه الحركات وهذه الحركات حقيقة لديها ظلامة ولديها أيضا أخطاء وأخطاء جسيمة للأسف الشديد الإسلام السياسي لم يوجه نقد إلى تجاربه كما ينبغي ولا يزال يعني يجتر الماضي ولا يزال التعليم هل هؤلاء عندما يجتمعون سيد طاهر يعني يشعرون بخطورة مستقبل الحركات الإسلامية بخطورة مستقبل الإخوان المسلمين على وجه الخصوص في المنطقة بكل تأكيد لأن هؤلاء مراقبين وعلى صلة مستمرة في كتنظيم دولي بهذه المراكز لكن المعاناة الحقيقية الإحساس الحقيقي المشكلات الحقيقية تعود إلى هذه البلدان مصر لازم للإخوان المسلمين في مصر حزب الحرية والعدالة في تركيا أيضا التنمية النحضة في تونس لازم هذه الأحزاب تريد تعيد دراستها للواقع وتعيد تراءتها لمجتمعاتها وللتطورات في مجتمعاتها وتنقض نقد صادق وعميق وحقيقي لتجاربها في الماضي لأنها دفعت ثمن باهظ وأيضا شكلت جزء من الإعاقة وجزء من إحباب اسمح لي أتحول إلى القاهرة مع القيادية السابق في تنظيم الإخوان المسلمين الأستاذ سامح عيد مرحبا بك أستاذ سامح ربما تبعنا اليوم افتتاح اجتماع اسطنبول الذي طغى عليه الملف المصري هل تتوقع أن يكون الأمر نفسه طاغيا على اجتماع لهور؟ من المؤكد أن المشهد المصري هو أهم مشهد في الحالة العربية بل والعالمية الآن والإخوان المسلمون أو الإسلام السياسي في العالم كله يجه أزمة حقيقية الإعلام المصري ربما يظنه البعض المناهد لجماعة الإخوان المسلمين يقوم بدور قوي وهو مسموع في العالم العربي القيادة السياسية المصرية استطاعت أن تقنع السعودية والإمارات ودول الخليج بخطورة جماعة الإخوان المسلمين أو ما يدعونا إليها كل هذا التحالف في العالم العربي تونس مهددة أيضا بسبب مصر مصر هي قلب العالم العربي انهيار بما يسمى بن قوسين المشروع السياسي الإسلامي أو المشروع الإسلامي أو دولة الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية انهيار هذا المفهوم في مصر سيؤدي إلى انهياره في العالم العربي بأجمع وربما على مدى عقود تالية لن يستطيع الإخوان المسلمون الدعوة لفكرة المشروع الأهم بالنسبة لهم هو دولة الإسلامية والخلافة الإسلامية الإعلام العربي أو الإعلام المصري مسموع في العالم العربي كله والإعلام العربي أيضا يركز على الحالة المصرية كثير من سلبيات الإخوان أو سلبيات المشروع الإسلامي ظهرت بعد صعود الرئيس مرسي إلى الرئاسة المجتمع البسيط في الشارع العربي بدأ يفقد الثقة في الإسلام السياسي بدأ يتحدث يفقد الثقة في الصدق وصدق المقولة ويتهمهم بالإتجار بالدين ويتهمهم بأنهم يتخذون الدين سطارا للكسب المادي كل هذه الأمور بدأت تنتشر في الشارع العربي بأكمله مما يهدد مصير هذه الجماعة ربما لعقود ممتدة وربما للأبد عندما يجتمع هؤلاء سواء كانوا في إسطنبول أم في لهور أو في أي مكان آخر هل هي مجرد مجالس عزاء لما جرى للإخوان المسلمين في مصر أم أنهم يفكرون في الخطوة التالية هم من المؤكد أن بالذات المؤتمر الدولي أو الجماعة الإسلامية الدولية أو التنظيم الدولي يعتمد أكثر على فكرة العلاقات العامة واستفيد بالخبراء ولكن الخبراء لا يستطيعون عمل شيء على الأرض الواقع إذا كان الأرض سودوية إذا كان الواقع مظلم فمهما أتوا من خبراء عالميين مهما أتوا بمراكز للدعاية العالمية فإن الأمر أن يجدي لأن الشعوب في مصر وغيرها من الدول العربية ظهر الكذب أمامها ظهر الخداع أمامها ظهرت التكفير أمامها ظهر الإرهاب أمامها فمن المستحيل أي هيئات للعلاقات العامة أو للدعاية تستطيع أن تعالج الموقف المأزوم بالنسبة لإرخوان المسلمين والإسلام السياسي عموما طيب اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ كمال الهلباوي القيادية الإخوانية السابق الذي كان متحدثا باسم التنظيم الدولي فترة طويلة في أوروبا مساء الخير أستاذ كمال كيف تنظر إلى اجتماعات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المنعقدة في لاهور الآن تحديدا أيها أستاذ كمال أعيد عليك السؤال طيب سألتك كيف تنظر إلى اجتماع يضم قيادات من التنظيم العالمي صوتي غير واضح صوتي غير واضح وحاول مرة أخرى هل تسمعوني الآن؟ صوتي غير واضح بالمرة طيب سأعود إليك أستاذ كمال في وقت لاحق ريثما يصلك صوتي بشكل واضح أعود إلى لندن مع الدكتور محمد الشيخلي من جديد بعض المشاركين في اجتماع لاهور الآن يا أستاذ دكتور محمد يعيشون في أوروبا منهم طبعا إبراهيم منير الذي يوصف الآن بأنه أمين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين القيادي الإخواني المصري المعروف تحركات التنظيم الدولي في أوروبا حدثنا عنها أنا كما ذكرت أن الحركات الإسلامية ومنها تنظيم الأخوان المسلمين ساعد الغرب على شيطنة الإسلام وعلى تشويه صورة الإسلام من يعيش في الغرب يجد أن هذه الحركات وتنظيم الأخوان للأسف ينقل صورة سيئة عن التعاليم الإسلامية الحنيفة حتى وصل الأمر أن البعض بدأ يقطع الرؤوس في شوارع بريطانيا ويتبجح بذلك بأنه من خلفية إسلامية ولكن هذا يدفعنا للتساؤل عفوا على المقاطعة أستاذ محمد يعني ما الذي يجعل الحكومات الغربية ومنها كما تفضلت حكومة بريطانيا تحتضن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين هي لا تحتضن هذا التنظيم أو الحركات الأخرى ولا تتبناها الدول الغربية مؤمنة بحرية الفكر وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية القول هذه الحريات تستثمر من قبل هذه الحركات المتطرفة التي تدعي الإسلام وبالتالي تحاول أن توجد لها جمهورا في الساحة الغربية حتى تنتقل من خلاله إلى بقية الساحات الدولية ولا ننسى بأن أغلب الإرهابيين الذين يدخلون إلى أوطاننا سواء في العراق أو في بقية الدول هؤلاء جاءوا من المساجد الغربية الكثير منهم أنا التقيت بهم من المعتقلين بما يسمون المجاهدين هم جاءوا من التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة الأوروبية هناك خطر كبير حقيقة من هذه الناحية حركات تكفيرية تحاول أن توجد لها جماهير في أرض غريبة عنها وهي بلاد الغرب حتى وصل برئيسة وزراء استراليا أنها خاطبت الكثيرين وقالت لهم إن حياتنا لا تعجبكم فعودوا إلى بلدانكم وتمتعوا بحرياتكم هناك يعني هناك مشكلة أستاذ عمرو للأسف استثمار واستغلال مجال الحريات في الساحة الغربية قد أخذ بالناحية السلبية وهذا ما جعله هناك بون واسع ما بين الجاليات الإسلامية وما بين المجتمعات الغربية المجتمعات الغربية بدأت تتحرج من التقرب للجاليات الإسلامية البعض وصل إلى أن يقف في وسط لندن ويطالب بإعلان الخلافة الإسلامية في بريطانيا أي جهل هذا يا أخي لكم دينكم ولي ديني هذه البلاد لا حرياتها لا تقاليدها لا قيمها كما نحن لنا قيمنا وتقاليدنا بما تتلاءم مع مجتمعاتنا إذن هناك إشكالية كبيرة البعض يحاول أن ينقل هذا الفكر المتطرف والتكفيري إلى الساحة الغربية وهو بذلك يساعد الغرب على شيطانة الإسلام كما ذكرت في أول كلامي طيب أستاذ عبدالباري طاهر في صنعاء هناك مشاركان في اجتماع لاهور هما عبدالعزيز منصور وفارع السويدي من اليمن لو تحدثنا عن هاتين الشخصيتين طبعا هؤلاء اليمنيين ليست لدي معرفة حقيقية بهم ولكن بشكل عام اليمن الآن يلعب دور مهم جدا في حركة الإسلام السياسي وهو حاضر حضور كبير جدا من خلال تمتيل في التنظيم الدولي أو من خلال العلاقات بمعظم الحركات الإسلامية في المنطقة العربية فالحركة الإسلامية في اليمن لها حضور ولديها نفوذ ويعتبر حزب الإصلاح الآن أكبر وأهم حزب سياسي موجود في السحة وهو الآن القائد الفعلي لأحزاب اللقاء المشترك التي تضمت الاشتراكي والناصري والبعث واتجاهات مختلفة فالإسلام السياسي في اليمن ذو نفوذ كبير ومؤثر وأيضا هو جزء من المشكلة القائمة الآن في اليمن جزء من عملية التغيير وجزء أيضا من الإعاقة جزء من المشكلة التي يمتواجهها الثورة اليمن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سأعود إليك حالا أستاذ طاهر لكن معي الدكتور كمال الهلباوي من جديد من القاهرة القيادي الإخواني السابق والمتحدث باسم التنظيم العالمي في فترة من الفترات في أوروبا دكتور كمال كنت أسألك عن مغزى عقد لقاءات لقادة التنظيم سواء كانت في اسطنبول أو في لاهور الآن يعني أولا يعني كل الجماعات وكل الهيئات وكل التنظيمات والمؤسسات سواء إسلامية أو غير إسلامية بتجتمع وتتشاور فيما بينها فالمغزى وخاصة لما تكون هناك مشكلة في دولة كبيرة زي مصر وكان الإخوان بيحكموا في مصر ثم سقط الحكم بالتأكيد لازم الناس تجتمع لتتشاور وتنظر في الأمور لعلها تستطيع أن تجني بعض الفوائد من هذه الاجتماعات واللقاءات بشرط أن تكون اجتماعات فيها مصارحة وفيها مراجعة للعمل والأداء وتقويمه وهل تتوقع دكتور كمال أن تكون هناك عمليات مراجعة من هذه القيادات التي ربما ينظر إليها على أنها جزء من المشكلة التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين الآن والتنظيم العالمي أشكرك شكرا جزيلا قد تعود معنا مرة أخرى دكتور كمال الهلباوي أعود من جديد إلى ضيفي في صنعاء وكان يتحدث الأستاذ عبدالباري طاهر عن الحركات الإسلامية في اليمن وأريد أن أسألك أستاذ طاهر عن حزب الإصلاح بالتحديد ما هو الموقع الذي يشغله الحزب في التنظيم العالمي للإخوان لا شك الآن الحزب الإصلاح مكون أساس في اليمن وفي التنظيم الدولي أيضا ولديه تمثيل طبعا من الثمانينات في هذا التنظيم وحضوره لا شك كبير وعلى علاقة واسعة بكل التيارات الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية هذا التنظيم في اليمن أيضا عنده نفس الإشكالية وربما أكثر الموجودة في كل التيارات الإسلامية آتي من الإخوان المسلمين مرتبط مع اتجاهات قبلية قوية ونافذة عند علاقات بعسكريين نافذين هذه القوى المتنوعة المتعددة جزء منها أصبح هو الجزء الخطير على الثورة وعلى الدولة المدنية الدموقراطية العصرية والحديثة وعلى أيضا التنظيم السياسي نفسه فالتنظيم الإصلاح يعني يتكون من مكونات عديدة والمكون القبل حاضر فيه بقوة والمكون القبل في اليمن هو نفي الدولة وإضعاف الدين أيضا فهذه المكونات والمكون العسكري أيضا المتحالف أو الآتي من مرحمة القبيلة يشكل عائق أمام تطورات الحياة أمام الأمن والسلام والاستقرار وهو جزء من الفتنة والحرب الدائمة في اليمن ولذلك بدون أن يتخلص الجناح المدني في الإخوان المسلمين التيار السياسي سيظل معاق بهذه التيارات بهذه المكونات داخله طيب أنتقل من جديد إلى عمان مع الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ حسن أبو هنية أستاذ حسن في الماضي القريب كان الإخوان المسلمون ينكرون وجود ما يعرف بالتنظيم العالمي للإخوان الآن يعترفون بوجوده وهناك اجتماعات تنقلها وسائل الإعلام والكاميرات وهناك اجتماعات أخرى ربما كان يراد لها أن تكون خلف الكواليس يعني ما السبب في رأيك في هذا النقلة لأنه واضح أن هناك ثورات الربيع العربي قد أحدثت تحولا في التصورات الاجتماعية والسياسية لدى الجماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي وحتى لدى جميع الحركات حتى ذات الطبيعة اليسارية والقومية لأنها كما نعلم أن العالم العربي كان يخضع لأنظمة سلطوية قبل أن تأتي ثورات الربيع العربي وكانت الإخوان المسلمين كما تعلم سواء وتحديدا في مصر كانت تعلم كجماعة محظورة وبالتالي يوجد هناك ترخيص رسمي كذلك كانت تعمل في تونس مع حركة النهضة وحركات مثيلة ولكن أنا أسأل عن التنظيم العالمي يعني تحركات التنظيم العالمي في العالم صحيح لأن التنظيم العالمي كما نعلم هو نشأ فيه خلال فترة الثمانينات وكانت الجماعات في ذلك الوقت محظورة لم يكن لكن الآن بدأ الجماعة تتحرر من هذا الإطار السري وبالتالي أصبحت باتت جماعة ربما مقبولة نعلم أن الولايات التحدى الأمريكية في لحظة من اللحظات عقدت نوع من التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وكانت هناك اجتماعات رسمية يذهب إلى الولايات التحدى الأمريكية وكذلك أوروبا في العلن ويذهب إلى ماكن أخرى وبالتالي أخذت مساحة من الحرية والانسياب السهل في خلال العالم ولم تعد جماعات محظورة وباتت تتعامل بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي إشكال ع حول هذه الاجتماعات ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة في مصر جعل النظر إلى الجماعة بعون من الريبا وبالتالي أعيد فتح هذا الملف التنظيم الدولي ثم علاقته بالنظام الخاص القديم ثم الإطار الذي كان تدخل فيه الجماعات في لحظات صدام كما حدث في الثماني واربعين ثم بعد ذلك في الاربع وخمسين عندما حدث الجماعة والآن يحدث الأمر يتكرر مرة أخرى وبالتالي ما هي علاقة هذه الحركات ذات طبيعة المحلية الوطنية بالعركات ذات طبيعة الأممية أو الإقليمية وبالتالي هل هناك أجندة عابرة القوميات وتبتلك أجندة سرية أيضا لا تتعلق بالديمقراطية والمشاركة السياسية والتداول والتعددية والمواطنة هذا هو ما يجعل الأمور تبدو في إطار من الشك أو النظر بريبة إلى اجتماعات هذه الجماعة لأنها كما نعلم عن إلى طوال حياتها تحت الأرض أو في إطار الحظر طيب أستاذ سامحيد في القاهرة والملف المصري الذي يهيمن على هذه الاجتماعات على الأقل على اجتماع إسطنبول هل نحن إزاء اطلاع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالملف المصري بعدما جرى لجماعة الإخوان في مصر الملف المصري هو الملف الأهم هو مهد الدعوة وربما سيكون هو اللحد الذي ستتفد فيه الدعوة مرة أخرى الجماعة بدأت في مصر حسن بنا هو المؤسس الحقيقي للجماعة اللايحة بتاعة الجماعة الإخوان المسلمين استمرت على فترات طويلة تؤكد أن المرشد لا بد أن يكون من مصر 16 عضو من المكتب العالمي من مصر يعني 3 أو 4 عضاء بس من خارج الوطن العربي كان الإصرار دائما أن يكون القيادة في مصر والتنظيم الدولي في مصر فمصر هي القلب الذي ينبض هو الذي يضخ الدماء إلى شارعين هذه الجماعة إذا مات القلب انتهت الجماعة نهائيا ولذلك فالملف المصري هو الملف الأهم على مستوى الإطلاق الملف المصري أيضا استطاع أن يؤثر على العام العربي السعودية والإمارات والكويت بالذات التنظيم العالمي الموجود في العالم الأوروبي هو ليس كما نتخيل من البريطانيين والألمان من كلهم إما مصريين في الأغلب مصريين وجزء قليل من السودانيين واليمنيين ولكن حتى التنظيم العالمي في الخارج يوسف نادا وغيره وغيره حتى الدكتور كامالي هرباوي لما كان موجود في لندن مستوى مشهور لما كان موجود ومحمد مهدي عاكف لما كان موجود في ألمانيا كل التنظيم العالمي هو مصر يعني أعضاء التنظيم العالمي قيادات التنظيم العالمي وبهذه المناسبة من الأسماء التي تحضر الآن اجتماع لهور محمود حسين الأمين العام لجماعة المسلمين القيادة الإخواني المعروف هل وضعت النقاط على الحروف في معرفة مصير محمود حسين وكذلك محمود عزة الذي يقال أنه في غزة الآن والله أنا سمعت المنشطة النهاردة أن محمود عزة في تركيا لا يعلم أحد وخصوصا أن حماس أعلنت منذ يومين أن لا يوجد عندها أعضاء متهمين في مصر وتحاول أن تجمل الصورة مع مصر لأن موقفها خطير موقف حماس ولذلك يبدو أنه في اليومين السابقين قد تم تهريب محمود عزة أيضا إلى تركيا محمود حسين قد صرح من عدة أيام عندما خرج صلاح سلطان ليعتذر خرج محمود حسين مؤكدا أنه الدماء أعلى من كل شيء وأنه لا صوت يعلو فوق صوت الدماء ولا بد أن لم يعترف الأخطاء وانتقد صرح سلطان بشدة ويعني ما زال محمود حسين موجود في هذا الاجتماع فلن يؤدي هذا الاجتماع إلى شيء احتمال المراجعات كما قال البعض مستحيل أن يراجع الإخوان أنفسهم الإخوان لو رجعوا أنفسهم ستتحولوا إلى العالمانية لأن يكون هناك قيمة لما يسمى تنظيم الإخوان المسلمين دعوته الأساسية هي دعوة أممية إلى الخلافة الإسلامية وهي ضد الديمقراطية وضد الدولة القطرية هي من نسبة لها مصر جزء من التنظيم الدولي لم تستطيع الإخوان المسلمين أن يكونوا جزءا من مصر ولكن أرادوا أن تكون مصر جزء من الجماعة وهذا ما رفضوا الشعب المصري في 30 يونيو من جديد إلى لندن مع دكتور محمد الشيخلي وكنت تتحدث دكتور محمد عن استغلال التنظيم العالمي للإخوان لأجواء الحرية والديمقراطية في أوروبا لكن هناك أيضا من يربط ربما بتحالف التنظيم مع حكومات غربية تريد أن تأمن شر الإخوان وشر الجماعات المسمى بالجهادية المتعاطفة مع الإخوان أو القريبة منها قد يكون هذا ليس غريبا حقيقة أن تكون هناك تفاهمات أو اتفاقات بين هذه الحركات وبين الحكومات الغربية ولكن أنا حقيقة أعتقد بأن هذه الحركات تساعد الغرب في تحقيق نواياها السيئة تجاه أوطاننا وبالتالي هذه الحركات أيضا قد زرعت نوايا غير مقبولة وغير مبررة في الساحة الغربية ودعنا نكون واضحين أكثر قد يكون لبعض هذه التنظيمات اتفاقات باطنية مع الدول الغربية أو التي تتواجد على أراضيها ولكن المتضرر الأساسي من كل هذه التفاهمات وهذه الاتفاقات هو الدين الإسلامي يعني نحن كمسلمين ما ذنبنا حقيقة أن ندفع ثمن بعض هذه الحركات المتطرفة أو هذه الحركات التي تستثمر القوانين الغربية والحريات الغربية في تحقيق نواياها اتجاه أوطاننا وبالتالي أنا أرى حقيقة أن هناك إشكالية كبيرة علينا أن نعيد النظر في كثير من الأمور وخاصة في عملية الدعوة للدين الإسلامي في بلاد الغرب يجب أن تكون هناك دعوة أخلاقية لا دعوة سياسية يجب أن يكون هناك فعلا حرية تعبير حرية قول حرية مشاركة ولكن دعنا نقف عند النقطة الحمراء بأننا لسنا مع التطرف نحن لسنا مع هذه الحركات التي تشوه الدين الإسلامي وتساعد الآخرين على تشويه هذا الدين السمح وبالتالي ينفذ أجنداته من خلال التغلغل في أوساط هذه الحركات التي لديها بعض القواعد الجماهرية في البلاد العربية والبلاد الإسلامية شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشيخلي في لندن وكذلك أشكر ضيفي الأستاذ حسن أبو هنية في عمان والأستاذ سامح عيد في القاهرة والأستاذ عبدالهادي طاهر في صنعاء وأشكر طبعا ضيفي الدكتور كمال هلباوي الذي لم نستطع أن نتواصل معه فترة طويلة